وحضرتكم شفتم المشاهدة الكريمة الأستاذة مونة اللي عاشت مع جوزها سنتين ونص وصحبتها خطفت منا جوزها وهي سبب يعني مونة أكيد بتقولك أنا غلطانة وحب التعلم ناكد أنا درسي مهمة أوي أن يعني ما تخليش جوزك يقعد مع صحبتك كتير يعني ما ينفعش يعني هذا لا يجوز يعني ما ينفعش أنه يقعد معها كتير أديك شفت أدي النتيجة وقل إن كل واحدة تحافظ على بيتها حاولت كده على جوزك ما تخليش عواصف ولا أنواق ولا رياح ولا أي حاجة تحاول تخش عليك من أو الشمال يعني كان مفروض عليها منها يعني صاحبتها وصديقتها وحبيبتها يعني إزاي تأخذ منها يعني زوجها دي كارسها طبعا بتقولك أنا نفسيا تعبانة جدا وزعلانة جدا أيوة معاك حق تزعلي وتتدين لكن أنا بنصحك دايما أنك تكثري من الذكر ومن الاستغفار وتكثري من لا إله إلا الله لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا وبقول لنا عليكم بحكتين اتنين وهم يا رسول الله عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فإن الشيطان قد قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله وتأكد أن ربنا رحمته سبحانه وتعالى واسع طبعا أنا مش بعفي جزء من المسئولية هو برضو رجل وفد عنده عقل ومفروض يعني ربنا أكرمك وودك زوجة صالحة كان واجبك أنك أنت تحافظ عليها وما تبصش لغيرها حتى لو واحدة جريت وراك أنت لازم تكون عاقل لازم تكون متزن لازم ترضي ربنا سبحانه وتعالى حنوقفوا قدام ربنا يا جماعة في آية في القرآن اسمها مالك يوم الدين بتقرؤها 17 مرة في الصلاوات المفروضة يعني اللي هنعمله كله بيسجل علينا بصورة والصورة وحنوقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى فلازم الناس خاف ربنا سبحانه وتعالى ولازم يعني الناس اللي عاملين إفراط وتفريد دو اللي هم دخلين في بعض قوي 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 بشكل صعب جدا ده يعني أرجو من كل زوجة أنها تحافظ على بيتها وأرجو من كل زوجة أنها يحافظ على بيته وخدوا بالك يا جماعة ما يفسدش الست إلى ست زيها وما يفسدش الراجل برضو إلا واحد صديقه صاحبه بيقعد معاه القهوة فدايما يقولك أن الصديقة على الصديقي مصدقه هو مرة شافوا عصفور صغير أو كده بيأكل مع غراب البين في طبق واحد عصفور رقيق جميل بيأكل مع غراب البين في طبق واحد مع غراب في طبق واحد فاستعجبوا يعني إيش جمع الشامع المغرابي ده عصفور وده غراب فقالك دايما ما تلاقيش اتنين من صاحبين بعض إلا في بينهم لازمة في حاجة جمعيتهم فاكتشفوا في الآخر إن العصفور رجليه مكسورة وإن الغراب رجليه مكسورة فقالك أيوة جمع بينهما العرج فتلاقي دايما الست ما تصحبش ست إلا إذا كانت لها غرض أو هدف منا الراجل ما تصحبش راجل إلا إذا كان في صفات مشتركة جمعت بينه فنخلي بالنا ونحافظ على بيوتنا ربنا يطرد الشطاب من بيوتنا ويوم لبيوتنا محبة وبهجة وفرح بإذن الله سبحانه وتعالى المشاهدة الكريمة سازة إيمان بتسأل عن تدخل أشقيق زوجها في كل أمور حياتها طبعا دي مشكلة كبيرة جدا وطبعا من حق زوجها إنه يسمع كلام أخوه أو ياخد نصيحة أخوه قصن ورسول قال لنا وعلمنا لا خاب ما خاب من استشار ولا ندم من استخار لكن برضو كل زوج شايفنا دلوقتي من حق زوجته عليه إن هي تنصحه إن هي تقدم له النصيحة لازم تاخد رأي مراتك دي اسمها شريكة حياتك دي اسمها شريكة حياتك لازم تاخد رأيها ما ينفعش إن كنت تاخد قرارك من دماغك لوحدك طيرض عليها وإذا عجبك رأيها اعمل بيه وإذا ما عجبكش خلاص يا دار ما داخل شر بس شرعا لازم تسمع كلامها ليه؟ الحكمة يا جماعة أخذوا بالكم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها يعني لو زوجته هتقول لي كلام كويس ونصيحة وعقلها راجح وفي ستات ما شاء الله زي بالقيس ملكة سبا بتريليون رجل ست تساوي تريليون رجل فعلا زي بالقيس ملكة سبا في ستات عقولهم ما شاء الله بانفكروا صح وبطريقة صحيحة فلازم كل زوج فلازم كل زوج يستشير زوجته علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بإذن الله وبقولك يا أستاذ إيمان أنت عودي حوري جوزك وقل له من فضلك من حقك من حق عليك إنك لازم تقول لي ولازم توضح لي وتاخد برأيي ونقولك رأيي تاخد بي أو لا تاخد